تحية مصر دائما بإرادة شعبها بالعمل بالعزيمة بالقفز إلى المستقبل الأفضل بالتغلب على التحديات المختلفة أيما كانت هذه التحديات مرة أخرى أرحب بكم وكل عام وأنتم بخير في ثورة 30 من يوم معنا في الستوديو ضيف كريم الأستاذ بهاء إبراهيم خريج البرنامج الرئاسي ومدير التحول الرقمي بأحدى البنوك المصرية برحب بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ الهيبة وأهلا بجموعة المشاهدين أهلا بك أستاذ بهاء أبرز النقاط التي استوقفتك في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يونيو في البداية بنهني جمهة الشعب المصري بذكرى 30 يونيو المجيدة الثورة اللي أنهت عصور كانتها تبقى جاية كبيرة جدا من عصور الظلام بسبب طبعا حكم الجماعة الإرهابية في خلال السنة اللي حكمتها يعني الحقيقة من أبرز الحاجات التي استوقفتني في حديث سيادة الرئيس كان الجزئية اللي هي علاقة بمكتسبات الشعب المصري بعد 30 يونيو وخصوصا ملف الشباب وخصوصا ملف التهجير القصري وخصوصا الحماية الحالية اللي بتقوم بها القيادة السياسية في عدم تمكين ملف التهجير القصري بالنسبة للفلسطينيين في مصر الشباب تحديدا وأنت أحد ممثلي الشباب وأحد الخارجين من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب كان من التفارات الواضحة جدا في تمكين الشباب المصري في الدولة المصرية سواء تأهيل للقيادات المختلفة أو حتى فيما يخص تأهيلهم لريادة الأعمال وكيف يقومون بالمشروعات وإيجاد فرص العمل مظبوط ما هو تعليقك على هذه الخطوة تحديدا وما صار في العشر سنوات الماضية ويعني صحيح صورة يونيو 11 سنة لكن يمكن العشر سنوات الأخيرة هي اللي كان فيها وضوح للخروج بالبرامج المختلفة لتنبتين الشباب مظبوط يا فنم إحنا في خلال العشر سنين الماضية الحقيقة كان ملف الشباب وملف تمكين الشباب كان من أهم أولويات القيادة السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة خصوصا مع إطلاق عام الشباب المصري في عام 2016 سيادة الرئيس في المؤتمر أطلق عام الشباب المصري في 2016 ومن بعدها تم إطلاق برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لأنني أتشرف أنني جزء منه من الكهان الكبير الحقيقة الكهان الكبير فيه جزء مهم جدا منه هو تأهيل الشباب علشان الشباب يتمكن لازم الأول يتأهل فعلشان يتأهل تم إطلاق برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ومن بعده تم تأسيس الأكاديمية الوطنية للشباب اللي هي مسلتها الإيناف في فرنسا اللي هو أي حد محتاج أنه هو أو بيتأهل أنه هو يمسك منصب قيادة في الدولة لازم أنه يكون متأهل كويس علشان خاطر أي قرار لازم يتم دراسته من كذا بعد سواء بعد سياسي سواء بعد اجتماعي سواء بعد أمني سواء بعد اقتصادي سواء بعد مجتمعي وهكذا الحقيقة كان من أهم الملفات اللي اشتغلنا عليها في خلال العشر سنين اللي فاتوا كقيادة سياسية وخصوصا برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب هو أجمع مشروع تنموي حاصل دلوقتي على مستوى العالم هو مشروع حياة كريمة مشروع حياة كريمة لو إحنا بصينا عليه وبصينا على حجم الانفستمتس أو الاستثمارات الضخمة اللي تضخط في هذا المشروع علشان نهيأ كرة مصر أنه يبقى فيها صرف صحي يبقى فيها ميا وكلها بجهود تطوعية شبابين كلها بالشباب كلها بالشباب وكلها من خريج البرنامج الرئاسي أو من المتطوعين المختلفين يعني فده أكبر مشروع تنموي واتصار فيه مليارات الجنيهات علشان في الآخر نعيش حياة كريمة يبقى فيه حياة كريمة تصل للأسر المصرية سواء في الكرة أو النجوء وهكذا والكرة الأكثر فقرة والأكثر احتياجة ده جزء فيه جزء تاني هو جزء ريادة الأعمال ريادة الأعمال وفيه مبادرة رئاسية برضو تم إطلاقها هي مبادرة إبدأ لريادة الأعمال ده بتشجع المشروعات الصغيرة والمتنهيات الصغر في التمويل في التحفيز في المشروعات في خطط الأعمال في إدارة الأعمال كل الكلام ده هو منبثق عن البرنامج الرئاسي وعن التأهيل الشباب للقيادة كل الكلام ده إحنا درسناه سواء في الأكاديمية أو سواء في العمليات المختلفة عمليات التأهيل كانت بالطبع لازم مسيارة الوضاع العالمية في التكنولوجيا والتحول الرقمي والزكاء الاصطناعي كل هذه الأمور كانت واضحة في زهنك وبقوة وهل إحنا على المستوى الكافي للتأهيل أن إحنا نستطيع التعامل بالشكل الأمسل مع هذه التكنولوجيا طبعاً يا أستاذ هيبة إحنا فيه ورش عمل مختلفة داخل البرنامج الرئاسي أو داخل الأكاديمية على مختلف التخصصات ومختلف المناحي منها ومن أهمها هو مجال التحول الرقمي، مجال التكنولوجيا الرقمية، مجال قطاع الاتصالات لو إحنا بصينا قطاع الاتصالات مثلاً في خلال برضو العشر سنين اللي فاتوا هو أكثر قطاع ساهم في الجي دي بي أو في الدخل الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 5% آخر سنة يعني فده من أكبر القطاعات اللي ساهمت في الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي بالتالي ده بيعود على حياة المواطن أنه يعيش حياة كريمة أنه هو تزيد المعدل التحول لا يعني حداتك تأصد مش من حيث الاستخدام فقط، لكن كمان كسلعة بالضبط؟ من خلال برامج بالضبط من خلال برامج ومن خلال أوتسورسينج أو سياسة التعهيد الحالية في قطاع الاتصالات أنت بتقدر أن أنت بتأوتسورس السيرفز دي أو بتعهد الخدمة دي بقدر الوقت في عندنا شركات أجنبية كتير شغالة في مصر هنا بسياسة التعهيد دي إحنا من أكثر الشباب كفاءة على مستوى العالم في مجال سياسة التعهيد هو الشباب المصر كل ده نتج من مكتسبات صوري 30 يونيو طيب، إحنا بنتكلم عن عاصمة إدارية جديدة والعالمين والمدن الذكية مدن الجيل الرابع تحديداً ونقل الوزرات والفكر الجديد الذي يدير هذه الوزرات أين الشباب المصري الآن من هذا التأهيل؟ طيب، فيه جزء مهم جداً هو جزء المنتقلين للعاصمة الإدارية مش كل القطاع الإداري أو الجهاز الإداري للدولة هينتقل للعاصمة لازم هيبقى فيه ناس مختارة يعني وكده هم دول اللي هيروحوا علشان يقدروا يواكبوا التطور اللي موجود في العاصمة الإدارية فالجزء ده كان لازم برضه يتم تأهيله علشان يقدر يتمكن بعد كده وعلشان يقدر أنه يشتغل في العاصمة الإدارية فتم تأهيله معلوماتياً وتم تأهيله رقمياً لواكب التطور اللي هناك كل الكلام ده هو من مخرجات ومن مكتسبات الشباب يعني من أهم الملفات اللي حصل بعد 30 يونيو هو ملف الشباب وملف تمكينه وملف تأهيله وكانت البداية مع مؤتمرات الشباب وفتح الأحاديث والحوارات بكل شفافية ومصداقية وتحول إلى مؤتمر عالمي بعد ذلك للشباب وده اللي حصل في 2016 بعد إطلاق عام الشباب المصري كان من أهم الثمرات بتاعة عام الشباب المصري هو أول منتدى للشباب ومن بعده بقت في منصة منتدى شباب العالم ومؤخراً إحنا كشباب برضو الشباب بس هم اللي نظاموا كوب 27 الحدث العالمي اللي حصل في مصر العام الماضي نعم إلى أي مدى سهمت المشروعات القومية المختلفة في توفير فرص العمل سواء مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم تقليل البطانة في الشعب المصري وفئة الشباب تحديداً دايماً فيه تحدي في موضوع المشروعات القومية ودايماً إحنا بنقول المشروعات القومية بتصرف كتير والمشروعات القومية بيبقى لها عائد أو مردود هل مباشرة ولا غير مباشرة بس الكلام ده بيبقى فيه اندايركت بقى بيبقى فيه عمل غير مباشر هو قد إيه فرص العمل اللي توفرت للشباب في المشروعات القومية دات قد إيه الناتج اللي حصل من الشباب والإرادة السياسية اللي تحطت في الشباب علشان خاطر تبني مشروعات كبيرة وتأهل الشباب أنه يبنوا المشروعات الكبيرة والمشروعات القومية فكل الكلام ده طبعا ليه مرضود وليه مرضود كبير جدا طيب مصر كأي دولة في العالم تأثرت بالكثير من الأزمات العالمية أثرت على ارتفاع الأسعار سلاسل الإمداد بعض الأزمات الاقتصادية كجزء أساسي من العالم لكن كيفية التعامل وما سيخرج به الشباب في هذه المرحلة كيف سنخرج من هذه التحديات والتغلب عليها؟ طيب هنخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية ده أننا مثلا بنخلق دايما بنقول في كل محنة ربنا بيجيب من حياة ففي المحنة بتاعة سلاسل الإمداد وبتاعة الكورونا وبتاعة الحرب الروسية الأوكرانية وبتاعة حرب فلسطين أو حرب غزة حاليا يعني بنخلق دلوقتي فرص عمل ممكن تبقى فرص عمل فريلانس أو فرص عمل مش منتظمة بالنسبة للشباب بس برضو لازم الشباب أنه هو يتمكن ولازم الشباب أنه هو يتأهل علشان حاطر يقدر أنه هو يواكب التطور وعلشان حاطر أنه هو يقدر أنه هو يتغلب على هذه المنحة طيب رسائل مقتضبة مختصرة في الثلاثين من يونيو تقولها للشاب والشابة المصرية طيب أنا بقول لكل شاب ولكل شابة أنه نحن علشان حاطر ما نفضلش حاطين إيدنا على خدنا ما نفضلش نقول أنه نحن عندنا مشاكل في سلاسل الإمداد ما نفضلش نقول أنه نحن عندنا مشاكل في رتفاع الأسعار لازم التنمية والتأهيل المجتمعي والتطوع زي المبادرات الرئاسية اللي احنا عملينها دلوقتي سواء من مبادرة إبدأ أو سواء من مبادرة حياة كريمة التطوع علشان خاطر نقدر أنه نتغلب على المحن الحالية وعلشان خاطر نقدر نفتح فرص عمل جديدة ونقدر نفتح فرص وتحديات جديدة من نسبة الشباب أنا بشكر حضرتك كالجزيل شكر الأستاذ بها إبراهيم خريج البرنامج الرئاسي ومدير التحول الرقمي بأحدى البنوك شكرا لك أفنك شكرا لحظيك شكرا